رجال روح للتلس طولة رجال ونشوف حقق السنة دي في هذا الموسم الرجال الفوز بالبطولة العربية للرجال بالمغرب مش هننساها كابتن سيد لاشين مع البطل الصيني في المباراة الأخيرة كل العالم بيقول ان كابتن سيد لاشين هيخسر لكن كابتن سيد لاشين نفتكر هذه المباراة قدر يحط عصارة خبراته داخل هذه المباراة وفعلا قدر يكسب الصيني بمباراة قوية جدا 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 وكل الناس اشادت بده لان كابتن سيد لاشين فعلا ما شاء الله عليه خبرة كبيرة جدا وهو اسطورة اسطورة تنس طولة في الناد الأليو ومصر لانه فعلا حد مختلف تماما بيعشق حد اسمها التنس طولة مع فرير جال كمان ذهبية بطولة الجمهورية للفرق تحت 21 سنة تحت 21 سنة كسبنا ذهبية نعد بورنزية بطولة الجمهورية للفرق تحت 18 سنة بورنزية يعني كسبنا المركز التالت ذهبية بطولة الجمهورية للفرق تحت 15 سنة وذهبية بطولة الجمهورية للفرق تحت 12 سنة بكده رجال التنس طولة تلت دهبيات ما شاء الله عليهم مستحوذين والمركز الأول في الفريق الأول لكن المركز التالت فيه تحت 18 سنة لو سيبنا هنخليها مع رجال محمد شمان بيفوز بدهبية فردي الجمهورية بعد الفوز على أحمد صالح في النهائي وستنسايد لاشين وكابتل نادين الدولاتي دهبية زوجي المختلط في بطولة الجمهورية بكده دي تنس طولة رجال هنروح لأبطالنا في التنس طولة سيدات تنس طولة سيدات فعلا ما شاء الله عليهم الموضوع مختلف تماما عندنا سيدات محترفات اتنين نجمات اذا كان كابتن نهال مشرف او كابتن يسرى اشرف حلم وعندنا بطلة صعيدة كمان بطلة صعيدة كابتن هنجودة التلاتة افراز نادي اهلي التلاتة افراز هذه الصالة نجوم من داخل صالة التنس طولة ليه الموضوع عندي فعلا مبسوط منه جدا ليه مبسوط انه كمان تأهله للأولمبيات تأهله للأولمبيات فوز بطلات عالم كل ده من داخل ملعب النادي الاهلي حاجة بتشرفنا في مصر وحاجة بتشرف النادي الاهلي واكيد عندنا بطلات كثيرة جدا داخل هذه الصالة والصالة فعلا دايما بتفرز نجوم كبار جدا داخل التنس طولة في السيدات المفاجأة السنة دي نهانا جودة 12 سنة تفوز على فرح عبد العزيز مصنفة على افريقيا ومصنفة على مصر لكن بطلاتنا الكبيرة قدرت تكتسح بطلات السيزون السنة دي كابتن نهانا جودة حاجة رائعة حاجة مشرفة لنا ان لست بطلة 13 سنة بتحقق هذا الانجاز اكيد ده انجاز كبير واكيد انجاز يضاف لها كرسيد شخصي لكن الناد الاهلي هي البطلات الفوز بالبطولة الافريقيا يا سيدات في ناجيريا تاني نرجع ونقول ان كابتن نهانا مشرف وكابتن يسرى واللعبات ونديني الدولات لكل اللعبات دول قدروا يفوزوا بطولة افريقيا وكان بطولة صعبة جدا في ناجيريا فقدروا يفوزوا بيها تعالوا شوف سيدات تنس طولة عمله ايه سيدات تنس طولة الفوز ببطولة افريقيا يا سيدات بناجيريا دهبيت بطولة الجمهورية للفرق تحت 21 سنة دهبيت بطولة الجمهورية للفرق تحت 18 سنة وكمان دهبيت بطولة الجمهورية للفرق تحت 15 سنة دهبيت بطولة الجمهورية للفرق تحت 12 سنة هنجودة القاب شخصية دهبيت فردي بطولة العالم تحت 12 سنة وبرونزيت رابع فردي بطولة العالم للقارات في بولندا تحت 15 سنة دهبية فرد السيدات لهانا جودة بعد الفوز على فرح عبد العزيز لو قرينا كويس هنلاقي ان التنس طولة سيدات مكتسح محدش قريب منه فايز بكل البطولات قلتلكوا الموضوع مختلف داخل العب الرياضية الناد الألي في حتة وكل الفرق ما احترمنا شيء احنا لازم نحترم كل المنافسين في حتة تانية لان لعبتنا بيتعبوا العرق والجهد اللي بيزروا داخل صلاة الناد الأهلي وداخل ملاعب الناد الأهلي هو ده أساس النجاح خلينا نأخذ بالفاصل ونرجع نكمل حصاد موسم الفين وتسعة عشر